معلومة جدا مهمة خليها بالك طالما كنت غير حريص على مدى الجسم بفيتامين دال فرح تجد الصعوبة الشديدة بنزول الوزن ضد سكر الدم التخلص من مشكلة مقاومة الإنسلين وضبط المزاج والحالة النفسية ولازم نعرف أيضا أنه من الصعب من الشخص أنه يغطي احتياجه من فيتامين دال عن طريق الغذاء فقط لأنه المصادر قليلة وكمية فيتامين دال الموجودة فيها قليلة بالذات مع الأشخاص الذين يعانوا زيادة نسبة الدهون المتكدسة داخل الجسم ومشكلة مقاومة الإنسلين هؤلاء الأشخاص يعانوا من مشكلة من الاستفادة من فيتامين دال القادم من الغذاء فكلما زادت المشاكل داخل الجسم زيادة نسبة الدهون مشكلة مقاومة الإنسلين كلما قلت الاستفادة من فيتامين دال الموضوع أشبه بدائرة مغلقة غير صحية وعناصر هذه الدائرة المغلقة زيادة بنسبة الدهون نقصان بمستويات فيتامين دال والاستفادة منها أيضا زيادة مشكلة مقاومة الإنسولين والرجوع إلى زيادة نسبة الدهون من جديد وهكذا فطالما الشخص كان في هذه الدائرة المغلقة فرح يجد صعوبة بالتخلص من المشاكل الأيضية ورح يجد أيضا الصعوبة بالتخلص من نسبة الدهون العالية فيجب كسر هذه الدائرة الغير صحية عن طريق الالتزام بنظام غذائي صحي الهدف منه خفض من مستويات ونسبة الدهون المتراكمة داخل الجسم أيضا مد الجسم بالأغذية العالية فيتامين دال فالغذاء الذي يعتبر رقم واحد العالي والغني بفيتامين دال والذي يساعدنا بكسر هذه الدائرة الغير صحية هو زيت كبد الحوت وبعد ما عرفت الإجابة وقبل ما تكفي الفيديو خلينا نذكر أهم التغيرات الإيجابية التي تحدث للشخص عند الالتزام بتناول زيت كبد الحوت بشكل منتظم وبنهاية هذا الفيديو رح تكون حريص أكثر على إضافة زيت كبد الحوت ضب نظامك الغذائي الصحي فخلينا نغوص في زيت كبد الحوت ونبتشف فوائده الفريدة وعشان نشرح الموضوع أكثر فرح نحتاج إلى الصبورة في البداية خلينا نتخيل كمية فيتامين دال الموجودة في زيت كبد الحوت ونقارنها بمصادر فيتامين دال الأخرى فكمية فيتامين دال المتواجدة في زيت كبد الحوت تقريبا 10 ألاف وحدة دولية هذا الرقم يعتبر عالي جدا مقارنة مع الكمية الموصى بها وهي 800 وحدة دولية هذا الرقم الموصى بها اللي هو 800 وحدة دولية هي رقم للوقاية من الإصابة بالأمراض المتعلقة بنقص فيتامين دال ولكن قد نحتاج إلى كمية عالية من فيتامين دال في حالات معينة فزي ما تلاحظين أن كمية فيتامين دال متواجدة في زيت كبد الحوت أكثر من ضعف الموصى بها فتعتبر كميات عالية تساعد على رفع مستويات فيتامين دال والاستفادة منها أقصى استفادة أما بالنسبة للمصادر أخرى للفيتامين دال فمثلا السالمون يحتوي على بين 300 إلى 600 وحدة دولية وهي أقل من نصف الموصى بها بالنسبة أيضا للسردين 270 التونة 230 البيض 18 لكل 100 قرام هذه المصادر كلها هي كمية فيتامين دال لكل 100 قرام أما بالنسبة لحليب المدعم بعض الأشخاص يعتمدوا عليه كمصدر لفيتامين دال فلكل 100 ملي تحتوي على 21 وحدة دولية فقط أما بالنسبة للفطر فأيضا يعتبر إحدى مصادر فيتامين دال فكمية فيتامين دال 400 وحدة دولية وهي كمية عالة جدا إذا ما قرناها بالمصادر الأخرى ولكن لازم نعرف أن فيتامين دال القادم من الفطر هو من نوع D2 هناك فرق بين الـ D2 والـ D3 الـ D3 هو فيتامين دال النشط أما فيتامين دال الموجودة بالفطر هو فيتامين دال 2 فالجسم مهم جدا أنه يحول فيتامين دال 2 إلى فيتامين دال 3 عشان يكون قادر على الاستفادة منها والتعامل معها وجسم الإنسان لا يحول جميع فيتامين دال 2 القادم من الفطر مثلا إلى فيتامين دال 3 فنسبة قليلة فقط من فيتامين دال 2 تتم تحويلها إلى فيتامين دال 3 النشط ومن أهم التغييرات التي تحدث للشخص إذا حرص على تناول زيت كبد الحوت بانتظام اللي هو تحسين صحة الجلد هذا بسبب أنها تحتوي على مركبات فريدة مثل فيتامين A اللي رح يساعد على تجديد خلايا الجلد تقليل التجاعد أيضا تقليل ظهور حب الشباب أيضا زيت كبد الحوت عالي بالأوميغا 3 إحدى الأحماض الدهنية الأساسية رح يساعد بشكل كبير على تقليل الالتهابات على مستوى الجلد وتقليل أحمراره وتهيجه أيضا الحرص على تناول زيت كبد الحوت بانتظام رح يساعد على صحة العظام رح يقلل بشكل كبير من فقد الكتلة العظمية وكثافة العظام مع تقدم العمر بالذات مع الأشخاص الذين تعدوا سنة الأربعين سنة الخمسين من الأفضل لهم إضافة زيت كبد الحوت مع نظامهم الغذائي الصحي يساعد بتقليل من فقدان الكتلة العظمية مع تقدم العمر إذن زيت كبد الحوت رح يساعد على نزول الوزن لأن فيتامين دال ثلاثة إحدى الفيتامينات التي تساعد على نزول الوزن ففيتامين دال ثلاثة النشط رح يساعد على رفع من حساسية الإنسولين بكذا رح يساعد على ضبط مستويات سكر الدم والتخلص من المشكلة الأيضية أيضا رح يساعد على الحفاظ على معدل الأيض بكذا الجسم رح يكون قادر على الاستفادة من المغذيات واستخدمها كطاقة بدل تخزينها على هيئة دهون أيضا رح يساعد على تقليل التهابات الجسم على مستوى الخلايا وإذا قلنا من التهابات على مستوى خلايا الجسم رح تكون بيئة مناسبة جدا للتخلص من دهون الجسم أيضا رح يساعد على ضبط من هرمون الشبع اللي هو هرمون الليبتين بكذا ما رح تتمادى بتناول سعرات حرارية عالية أو الجسم ما رح يحسسك بالجوع إلا إذا كان هذا الجوع حقيقي وبحاجة إلى المغذيات إذا رح يساعد على المزاج والحالة النفسية أثناء التزامك بنظام غذائي هدف نزول الوزن والتخلص من زيادة الدهون المخزنة داخل الجسم من المهم جدا ضبط الحالة النفسية أثناء مشوارنا بالتخلص من الدهون لأن كل ما حافظنا على استقرار المزاج والحالة النفسية كل ما كنا قادرين أكثر على الالتزام بالنظام الغذائي الصحي أطول فترة ممكن أيضا الحرص على تناول زيت كبد الحوت رح يساعد على تقليل الآلام على مستوى المفاصل المزمنة بالذات الآلام المناعية الروماتيزمية رح يساعد بشكل كبير إضافة زيت كبد الحوت أيضا رح يساعد على الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية بفضل خفض من مستويات الدهون الضارة اللي هي الدهون الثلاثية ورفع من الدهون النافعة اللي هو HDL بكذا رح يكون فيه وقاية وحماية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بس خليها ببالك طالما كنت ملتزب بنفس العادات الغير صحية وكنت تناول الأكلات الغير صحية وكان نمط يومك خامل فأبدا تناول زيت كبد الحوت ما رح يسعفك فالأهم من تناول زيت كبد الحوت هو بتغيير العادات الغير صحية بعادات صحية وقتها رح يكون تناول زيت كبد الحوت عامل مساعد بجانب نظامك الغذائي بكذا بكون إنتهينا من هذا الفيديو وحب أذكركم أنك ممكن تكون عضو لهذه القناة والاستفادة منهم ميزات إضافية مثل الأولوية بالرد على التعليقات والمتابعة الشخصية ولتفاصيل أكثر ممكن الضغط على الرابط الموجود بصندوق الوصف ويعطيكم الفعافية